في المواسم التجارية المتنوعة يجهز الصناع والتجار المنتجات لطرحها في الأسواق ليحققوا أعلى الأرباح فأهل الخير أولى بالاستعداد لكسب الحسنات في مواسم الطاعات وأول ما يتجهز به العبد لفعل الخير الإخلاص لله في الأعمال والبعد عن الرياء قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ولابد من صدق العزيمة على استغلال الأوقات في أنواع القربات قال تعالى فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لهم فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور والكاذب في عزيمته لا يستحق توفيق الله كما قال تعالى عن المنافقين ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين والمؤمن الصادق يلح على ربه بالدعاء ليوفقه لفعل الخيرات ويثبته عليها ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ويستعد لموسم الطاعات بالتسامح وإصلاح ذات البين قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا ومن الاستعدادات التدرب على الطاعة قبل القيام بها ولذلك استحب لنا الاكثار من الصيام في شعبان استعدادا لرمضان قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان فاستعد لعمل الخير في موسم الخير بالجدية والممارسة لتكون ممن قال الله فيهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اشتركوا في القناة